الله يشوف المرتاح لودك يسولف علينا ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ويجيب فوايد شكرا لك ما شاء الله تبارك الرحمن وش رايك في طالة القصيدة تشوف انهطراء شعري وبلا فايدة شوف القصيدة نوع القصيدة وهرجك عام يتمه ما شاء الله تبارك الله مئة مئتين بيت بعضها صحيح تشوف انهطراء يعني فكرة ورا فكرة على حسب شوف هل لو انتكلم في باب الشعر خصوصا في باب اللي يطاله ويباب ان القصيدة تكون وحدوية موضوع يمكن ناخد ساعات نسولف فيها لكن انا بختصر في شاعر عنده نهم شعري متدفق فلا يتطلب منه ان يكتب موضوع وحدوية موضوع وفي شاعر عنده لا مركزية موضوع يعني يختار له موضوع محدد مثلا ان يختار المدخن اللي قدامك ذا ويكتب فيه فقط في شاعر لا عنده استطاع يكتب في المدخن وفي البندق وفي الرجل اللي قدامه ها هو العلوم اللي تشوفها قدامك هذه قدرات شاعران لكن ما لها دخل ان هذا افضل من هذا قد يهذا بوحدوية موضوع يجيب قصيدة عشر ربيعات لكن يضرب هالمثل وايضا بمتعدد المواضيع امثلتهم اللي ضرب هالمثل كثيرة المتنبي في العصر الجاهلي من العصر الجاهلي للعصر العباسي وغيره الاخطل والمتنبي والفرازدق اصحابي طالت قصيد في العصر العباسي المثلة الاموي ايضا عن ترب بن شداد في الجاهلية وطرف بن العبد اصحاب المعلقات وجميع المعلقات اللي علقت على استر الكعبة قيل انها علقت على استر الكعبة وقيل انها في عكاظ اصحاب مطولات وعندنا في جينا الحالي بعد شو ارى كثر اصحاب مطولات مثل محمد بن الديب وساعد علوش وكثر الامتلة فانا من انا يستهويني تعدد الموضوعات واطارة القصيدة واطارة القصيدة هذا على حسب المتلقي اذا انا قلت قصيدة طويلة والمتلقي مل فهنا خطة مني وانا ما اتقنت الحدث لكن من لي اسمع قصيدة مثلا سادة من الديب حالين ويمل منها ولوها مئة بيت حانا نسمع باليوتيوب مئة بيت نسمع ونضحك ونصفق ليه ابدأ لكن انت تجيب لي مئة بيت تدر بيها على العميلا والخضر يجيب تغير الشغلة هذي ولا هم تابعينها وحتى بوحدوية موضوع حاش ربيعات لو تصير مئة بزينة ولوها بيتين ما سمحت فالسالفه جب لي شعر اصفق لك انبغت قصيدة طويلة اصفق لك انبغت قصيدة قصيدة هذه وجهة نظري لا اصفق لك انبغت قصيدة طويلة ولا قصيرة